طبعاً اليهود كانوا يمارسوا العبادة في الهيكل وهكذا أغسطس يعني أعطى الحكم الذاتي في عدة محلات وأعطى جنسيات رومانية وهذا طبعاً سبب توسع الرومان وكمان يعني في بعض المناطق أعطى مثل اليهود أعطاهم أن يمارسوا عبادتهم الخاصة في الهيكل فكان الهيكل مبني في هاي الفترة بحسب لوقة مكتوب أنه حصل إحصاء وكان لازم يوسف ومريم يتركوا الناصر ويروحوا لمدينة داود طبعاً مع عائلة كل العائلة داود يروحوا يسجلوا رسمياً في بيت لحم اللي هي مدينة داود وهناك أحباء منعرف أنه تمت ولادة يسوع المسيح لتتميم النبوة هذا الإحصاء اللي سنوا أغسطس قيصر هو عاوز يعرف الشباب الموجودين في الإمبراطورية حتى يقوم بتجنيدهم ويكونوا تابعين للجيش الروماني والسبب الثاني للمحاصيل وليدفع الضرائب طبعاً كان عندهم جبات الضرائب في كل منطقة اللي كان فيها الإمبراطورية الرومانية بعدين بحسب إنجيل لوقة بيتكلم عن كيرينيوس كان والي للسورية فبيتكلم عن تحديد دقيق لهذا الاكتتاب في أيام كيرينيوس الوالي والي سورية كان وعلى فكرة يمكن البعض لخبط لأنه فيه كيرينيوس قبل الميلاد والإحصاء ضل لبعد الميلاد يعني إذا ابتدأ تمانية قبل الميلاد ووقفوا سنتين ستة قبل الميلاد واستمر لبعد الميلاد لحد ديت عشرة يعني بعد الميلاد حتى وصل الإحصاء إلى منطقة جنوب فرنسا واسبانيا كل هذه المناطق والشيء اللي بيدعم لوقة كمؤرخ في سنة 1764 اكتشفوا في بلد اسمها تيفولي قريبة من روما كلام منقوش بيتكلم عن إكرام بيكرم رسميا هذا الوالي اللي حكم الفترتين الفترة الأولى على ما يبدو أنه كان يعني حاكم جيش أو رئيس عسكري وبعدين كان والي سياسي وهذا بأكد صحة الكتاب المقدس أنه تم كل شيء فإذا كان في أيام والي سوريا كيرينيوس بنفس الفترة بيذكر الكاهن زكريا حتى بيذكر الفرقة من فرقة أبية وهي الفرق موجودة في سفر الأخبار الأيام داود قبل ما مات كان يحضر لبناء الهيكل عشان سليمان يستلم مكانه وأسس كان في عدد كبير للكاهنة فاضطر أنه يعمل فرق وهي الفرق تتناوب وكل فرقة يعني من كل فرقة يمكن مرة أو مرتين في السنة ومن كل فرقة لأنه العدد كبير لازم تلقى القرعة كان في 24 فرقة وقعت القرعة على زكريا الكاهن وألي صباط لأنه اتنين من عائلة الكهنود فكان لازم يروح للهيكل إلى منطقة تسمى القدس وفي القدس كان فيه ثلاث أشياء مهمة جدا كان فيه المنارة الذهبية التي تضيء الهيكل وكان فيه مائدة تسمى مائدة خبز الوجوه يعني 12 إرغيف بعد الأصباط إسرائيل فهذا كان طعام للكهنة وكان فيه مذبح للبخور هذا المذبح هو بالضبط أمام الحجاب الحجاب اللي هو الفاصل بين قدس الأقداس قدس الأقداس مكان تبوت الرب أو تبوت العهد اللي مغشة بالذهب وفوق غطاء الرحمة وكاروبان يعني ملكان من ركبة عالية يظللان غطاء الرحمة فكان البخور صباحا ومساءا ولازم يكون دايما البخور مولع فوظيفة الكهنة هو تنظيف هذه المنطقة والاهتمام بها وبالتحديد أنه يستمر هذا البخور وبعدين بنعرف في وقت لاحق أنه البخور هو رمز لصلوات القدسين اللي بتصعد أو بتدخل إلى محضر الله فلوقه بالتحديد بيتكلم عن زكريا الكاهن وكيفية ولادة يحن المعمدان وأنه من فرقة أبيا مثل ما موجود في أخبار الأيام الأولى إصحاح 24 بيتكلم عن 24 فرقة وأبيا فرقة أبيا كانت الفرقة عدد 8 أو رقم 8 من بين هذه الفرق وعلى فكرة كل هذا الكلام موجود طبعا في سجلات اليهود كل مرة بيقوم في هذا العمل بيكون لمدة أسبوع وطبعا بما أنه كاهن وزوجته من صبت الكاهنوت أصابتوا القرعة حتى يبخر وهذا كان شرف عظيم جدا لكل من يقوم مش بس اسم زكريا مذكور واسم يحنى كمان أسماء أخرى اللي بيذكرها الكتاب حتى في بشارة لوقا بيتكلم عن الكهن حتى في وقت لاحق منهم حنانية وقيافة واكتشفوا قبر قيافة عندنا في الأراضي المقدسة وهذا كل أحبائي اندل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها وهذا طبعا يعني بأكد صحة الكتاب المقدس هاي من ناحية تاريخية من ناحية الأسماء كل الأسماء اللي ذكرت في الإنجيل هي فعلا موجودة في استجلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر